عندما يقول المسؤول الأممي ماذا يمكن للعالم أن يفعل إذا فشل المسؤولون اللبنانيون حتى في حماية رغيف الخبز هل هو تهرب من المسؤولية أم دليل عجز كيف يمكن ذلك؟ هل هناك غياب في الخيارات؟ ليس هناك من غياب في الخيارات قبل ذلك اسمح لي بأن أحييك وأحيي فريق العمل في الغد والمحاور الكريم وكل ما يتابعنا المسألة هي مأساة بكل ما لمعنى الكلمة بكل ما لمعنى ما حصل مع الوضع في لبنان مع مكونات لبنان مع شعوب لبنان مع شعب لبنان ربما لم يحصل مثله من قبل في أي مكان آخر بلد يحولونه الآن إلى بلد لا أدري عالم خامس أو عالم سابع بلد منهوب مسلوب منكوب منتهك السيادة بلد يعني كأن يصل بي الأمر بعض المرات لليأس والقول وكأن سكان هذا البلد لا يستحقوا هذا البلد لكن حتى لا توزع المسؤوليات المسؤولية الأساسية نعم على من هم في مواقع السلطة حتى إذا درينا أفكار البعض والبعض يريد العودة إلى 1990 أو قبل ذلك لكن لنقول الأشياء كما هي ولن أقول منذ بداية عهد عهن أقول منذ محاولة مؤتمر السادر في 2018 لو اعتمدت حزمة السادر وقتها ولو بدأ المصاري الإنقاذي وقتها لما وصل البلد لكي يكون على شفير الانهيار الأدهى من ذلك أنه بعد انتفاضة للناس للشباب حاولوا سرقتها وانتهاكها بالطائفية ومنعها من الوصول إلى أهدافها وعند حصول ذاك التفجير الإجرامي الكبير حول المرفع تضييع الوقت استمر أكثر من سنة حتى يؤلف حكومة من أجل المحاصصة من أجل الاستمرار في النهب والفساد قبل كل شيء آخر لا يمكن لهم العالم إذا لم يكن هناك من يساعد نفسه لا يمكن أبدا مساعدته يعني حتى عندما يقول هذا المسؤول الأممي هناك خسارة 240 مليون دولار بمسألة التلاعب بأسعار الصرف إذا تكلمت عن الدعم كم من المليارات من الدولارات سرقت تحت هطاء الدعم من أجل التهريب والاستمرار في الفساد كم من الاحتكارات والكرتلات كأننا أمام وضع غير قابل للإصلاح أمام فساد مستعصي أمام وجوب لاقتلاء المنظومة من يجب أن يقبع ليس ذاك المحقق العدلي إن أخطأ أو أصاب في مرفأ بيروت والذي تعطل من أجل الحكومة الذي يجب أن يقبع كل هذه المنظومة إذن لماذا تتجاهل هذه المنظومة السياسية دكتور أبو ديام حامي هذه المنظومة المنتهك لسيادة لبنان لبنان لم يعد يحتمل أن يكون رهينة عند حزب الله أن يكون رهينة عند المحور الإيراني لبنان بلد لا يمكن أن يعيش إلا بشرطين الوصول إلى المواطنة والتحييد لننتهي من رواية إسرائيل لا أحد يريد عدم العداء لإسرائيل ولكن التحييد عن كل الصراعات الأخرى لأن هذا البلد عندما كان في العهد الشهابي وكان دولة مساندة وليس دولة مواجهة كان بلدا مزدهرا كان بلدا قادرا على العيش دمروه منذ ذلك الحين حتى اليوم لا يستمرون في تدمير